فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الإسبوعية 44 عطاء تابعاً لـ 15 مناقصة ومزايدة حكومية واحدة تقدمت بها 10 جهات حكومية حيث بلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 17.2 مليون دينار وقد كشفت بياناته جلسة مجلس المناقصات عن طرح وزارة الأشغال مناقصة مشروع المرحلة الثانية للمعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي باستخدام تقنية هايبكس في محطة توبلي للصرف الصحي وتقدم إلى المناقصة بعطائها الوحيد شركة بلوووتر بايو بعطاء بلغت قيمته 13 مليون دينار فيما فتح المجلس مزايدة واحدة لإدارة مطعم ومقصف أكاديمية الخليج للطيران تنافست عليها شركتان وتقدمت بأعلى عطاء للمزايدة شركة دي دا كتشن بعطاء بلغت قيمته 180 ألف دينار في ختام التداولات الأسبوعية تجاوز المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين 545 ألف دينار أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 73 صفقة المزيد من التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع 20 مليون وستمائة وتسعة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين وسبعمائة وستة وعشرين ألف دينار نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 367 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثماني عشرة شركة ارتفعت أسعار أسهم عشر شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ثلاث شركات أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة فيما جاءت في المركز الثاني شركة الإثمار القابضة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر